السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصف الأول الابتدائي رح نكمل إياكم وصلنا الوحدة الثانية صفحة 54 تركيب أجسام الكائنات الحية ناخذ الفصل يعني هو بالوحدة الثانية بالفصل الثالث والفصل الرابع الفصل الثالث هو أجزاء النباتات والحيوانات رح ناخذ الدرس الأول أجزاء النباتات إن شاء الله على الفيديو اللاخ رح ناخذ أجزاء الحيوانات فهنا عدنا أجزاء النباتات صفحة 58 خلينا نشرح أجزاء النباتات يلا عيني صفحة 58 اقرأ وأتعلم الفكرة الرئيسة النبات هو كائن حي يتكون من أجزاء تساعده في الحصول على احتياجاته هنا من يتكون النباتات؟ النبات من يتكون؟ يحفظ الطالب يقول للمعلم النبات وهو كائن حي يتكون من أجزاء رئيسية هي الجذر والساق والأوراق من يتكون النبات؟ من جذر وساق وأوراق تعريف الجذر هو جزء من النبات ينمو داخل التربة يعرف الجذر هي هو جزء من النبات ينمو داخل التربة وظيفة الجذر تمتص الجذور الماء والمواد اللي يحتاجها النبات من التربة ويثبت النبات في الأرض شوفوا مامتي أول مرة يحفظ الطالب من هذه الورقة يقول له عرف النبات يقول له عرف النبات شي يقول للطالب؟ هو كائن حي يتكون من أجزاء رئيسية هي الجذر والساق والأوراق هذا يحفظ تعريف النبات تعريف شنو النبات من يتكون؟ يسأل المعلم يسأل الطالب يقول له من يتكون النبات؟ تقول له من الجذر وساق وأوراق هالفقرة خلصنا من عدها تعريف الجذر عرف ليه وشنو فائدته شنو وظيفته الجذر؟ الجذر هو جزء من النبات ينمو داخل التربة زي شنو وظيفته عد نقطتين وظيفته أولا تمتص الجذور الماء والمواد التي يحتاج إليها النبات من التربة وتثبت النبات في الأرض يأقل الإنسان جذور بعض النباتات كالجذر والفجل والشلغم شوف هذا الجذر وهذا الفجل وهذا الشلغم يعني أكو جذور يا كلها الإنسان مثل الجذر والفجل والشلغم هذا عرفناه وعرفنا الجذر تعريفه وشنو وظيفته ومثل يش هذا يحفظ الطالب زي نجح على الساق الساق صفحة 59 الساق تعريف الساق هو جزء من النبات ينمو فوق سطح التربة إحنا قلنا الجذر ينمو داخل التربة يعني تحت التربة لكن هذا الساق هو ينمو فوق سطح التربة شي يحمل؟ يحمل الأوراق يحمل الأوراق هذا الساق ينقل الماء شنو وظيفته؟ ينقل الماء من الجذور إلى أوراق النبات عرف الساق هو جزء من النبات ينمو فوق سطح التربة يحمل الأوراق شنو وظيفته الساق؟ ينقل الماء من الجذور إلى أوراق النباتات شي يأكل الإنسان سيقان بعض النباتات مثل البطاطة وقصب السكر خلصنا من الساق نجعل ورقة الورقة هذه البطاطة الورقة هي جزء من النبات تكون ذات لون أخضر غالبا تعرف الورقة وهي جزء من النبات تكون ذات لون أخضر شنو وظيفته الورقة؟ صنع الغذاء للنباتات ويأكل الإنسان أوراق مثل يش الخس، اللهانة، الخضار، النعناع، الكرافوس، السبانغ، الريحان، السلق ما هي الأجزاء الأخرى للنباتات؟ شنو الأجزاء الأخرى للنباتات؟ الأجزاء الأخرى المن للنباتات بعض النباتات يكون عليها أزهار تكون هذه الأزهار ثمارا أو بذور أكو بعض النباتات يكون لها أزهار هذه الأزهار تكون ثمار وبذور تعريف الزهرة وهي جزء من النبات تكون البذور شنو الزهرة؟ هي جزء من النبات تكون البذور يأكل الإنسان أزهار بعض النباتات كالقرنابيط بعض؟ الزهرة تعريفها هي جزء من النبات تكون البذور شنو يأكل الإنسان الزهرة مثل القرنابيط هذه مزهرة ناكلها الثمرة الثمرة لا وبعد البذور الثمرة هي جزء من النبات توجد داخلها البذور الثمرة هي جزء من النبات توجد داخلها البذور يأكل الإنسان ثمار بعض النباتات مثل الطماطم والتفاح والبرتقال والبطيخ والخوخ هذا شوفها سهاي البطيخة يأكل الإنسان ثمار بعض النباتات بها ثمار نجي على البذرة هي جزء من النبات عند زراعتها تنمو وتكون نبات جديدا تتكون البذور من أسهار النباتات يأكل الإنسان بذور بعض النباتات كالقمح والذرة والرز هذا الذرة والقمح إذن شنية؟ هاي بذور نأكلها يأكل الإنسان بذور بعض النباتات إذن تعريفة هي جزء من النبات عند زراعتها تنمو وتكون نبات جديدا نجي على صفحة 61 صفحة 61 هنا عندنا أقرأ الصورة ما أجزاء النباتات في الصورة شوفوا هسا هاي التفاحة التفاحة هي ثمرة نقول هي ثمرة هاي ورقة العنم هاي ورقة هاي الباقلة بذور هنا عندنا ساق هنا عندنا جذر وهنا عندنا زهرة أفكر وأجيب أسمي بعض النباتات التي تأكل أوراقها شين بعض النباتات التي تأكل أوراقها سلما قلنا الخس اللهانة السلق الكرفوس النعناع السبانغ الريحان هذا الكراف زين مراجعة الدرس ما أجزاء النبات أجزاء النبات أدنى الجذور الساق الأوراق الأزهار الثمان والبذور ما وظيفة الساق في النباتات وظيفتها ينقل الماء من الجذر إلى الأوراق ما أهمية البذور للإنسان هي أكد الإنسان بعض البذور يعني مثل عندنا الذرة والفاصولية العدس السمسم الباقلة أو غيرها إنها سمي بعض اللباتات الذي يعرفها يعني أي شيء تسمي أنت من الحديقة من أي شيء وإن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقل